إلى أن يكونوا من هؤلاء حتى نتمنى جميعاً أن نكون من عباد الرحمن حينما تستمع إلى هذه النسبة العظيمة عباد الرحمن ألا تتمنى أن تكون من هؤلاء العباد الذين ينالون رحمة الله جل وعلا فتعالوا بنا من اليوم بإذن الله جل وعلا لنبدأ معاً سلسلة إيمانية جديدة نتحدث فيها عن هذه الصفات حتى نتصف بها ونتخلق بأخلاقها لعلنا أن ننال هذا الأجر العظيم وهذه النسبة العظيمة وتعالوا بداية لنعيش مع هذه النسبة هذه الكلمة الأولى في هذه الآيات هو عباد الرحمن العبودية لله تبارك وتعالى أصل معناها في اللغة الذل يقال طريق معبدة أي مذللة أي وطئتها الأقدام فأصبح سهل أن تمشي فيها لأنها ذللة ولكن العبودية لله جل وعلا ليس معناها الذل وفقط إنما لابد أن تشتمل على الحب مع الذل فمن عبد الله عز وجل بالذل وحده فليس عابداً لله ومن عبد الله عز وجل بالحب وحده فليس عابداً لله فلابد من كمال الحب مع كمال التذلل بين يد الله تبارك وتعالى ولا تلتئم العبودية إلا بهذين الجناحين أما العبودية في الشرع واحفظوا هذا التعريف لأننا جميعاً نحتاج إليه العبادة شرعاً هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطلة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطلة بهذا المعنى العمودية لا تعني فقط أن تجلس في بيوت الله ولا تعني فقط أن تقرأ القرآن ولا تعني فقط أن تقيم الليل كل هذا جزء من العمودية ولكن العمودية الحقة هي منهج يشمل حياة الإنسان كلها من أول أن يستيقظ إلى ساعة أن يستيقظ في اليوم التالي قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا كل لحظة في حياتي في بيتك في عملك في الطريق مع جيرانك مع أبنائك في كل لحظة من لحظات حياتك لا بد أن تكون عاملا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريكنا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذه العمودية بشمولها لجميع مناحي الحياة هي الهدف من وجودك في هذه الدنيا أنت موجود في هذه الدنيا لتحقيقها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا ليجمعوا الأموال ولا ليشتغوا الدور ولا ليبنوا القصور وإنما لعبودية الله جل وعدا هذه هي الغاية الكبرى من وجودك في هذه الحياة هذه العمودية هي أشرف المقامات على الإطلاق يا من تريد المكانة يا من تريد العزة والرفعة والشرف اعلم أنك لن تجد ذلك إلا في العمودية لله فأشرف المقامات على الإطلاق وأعلاها أن تكون عموديتك حقة لله تبارك وتعالى هذه العمودية هي التي ينادي بها ربنا تبارك وتعالى على نبيه في أعظم المواضع في القرآن قال ربنا في مقام إنزال القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لم يطل نبيه ولا رسوله إنما وصفه بالعبودية تكريما لهذا المقام العظيم في مقام التحدي للمشركين قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله قال في مقام الإسراء والمعراج الذي وصل فيه النبي إلى مقام لم يصل إليه أحد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وهكذا في جميع المقامات في مقام الوحي وهو مقام عظيم قال فأوحى إلى عبده ما أوحى مقام العبودية وأشرف المقامات ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال إني خيرت بين أن أكون عبداً نبياً أو أن أكون ملكاً نبياً فاخترت أن أكون عبداً نبياً لأنه يعلم أن العبودية مقام أعلى وبالجملة قال الله عن أنبيائه جميعاً قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى هذه العبودية أيضاً كما أنها تحقق للإنسان المكانة والرفعة والشرف هي السبيل الوحيد إلى الحرية الكاملة كلنا في هذه الدنيا يبحث عن الحرية يبحث عن أن يكون متحرراً وحراً الجميع يبحث كل بطريقته لكن الحقيقة أنك لن تكون حراً إلا إذا كنت عبداً لله وحداً فالعمودية لله عز وجل وحده تحررك من أن تكون عبداً لأي شيء آخر فلا سبيل إلى الحرية إلا بعموديتك لله جل وعلا كما أن هذه العمودية هي السبيل إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة لن تجد الطمأنينة ولا راحة البال التي تبحث عنها في الأموات ولن تجدها في المناصر ولا الكراسي ولن تجدها في ألوان المعاصر والشهوات إنما ستجدها فقط في عبودية الله تبارك وتعالى قال أهل العلم كما ذكر أحد الصالحين مساكين أهل الغفلة هؤلاء الذين يعيشون بعيدين عن الله عز وجل هؤلاء الذين ظنوا أن لذة المعصية باقية هؤلاء مساكين خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها قيل له ما أطيب ما فيها قال معرفة الله عز وجل والقرب منه هذا هو ما أطيب وأسعد شيء في هذه الدنيا وقال آخر والله إنه لتمر بي الأوقات وأنا في طاعة الله أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم لفي نعيم مقيم إنها السعادة التي تملأ القلب كما قال الإمام من القيم رحمه الله بتفسير قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين وهذه كلمات غاليات نكررها في صلواتنا وفي قراءتنا لأم الكتاب في كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين قال إن في القلب مرضين إذا تملك القلب هذا كالعب الذي في قلبه هذا للمرضان فهو إنسان هالي قيل له ما هما قال الرياء والكبرياء ولا يدفع الرياء إلا بإياك نعبد ولا يدفع الكبرياء إلا بإياك نستعين فمن منى الله عليه فصرف عن قلبه الرياء والكبرياء بإياك نعبد وإياك نستعين كان من المنعم عليهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين إنها سعادة تملأ القلب حينما تكون عبدا حقيقيا لربك تبارك وتعالى ثم إن العبودية لله وهذا من أعظم الجوائد تضمن لك أيها العبد الحقيقي المخلص ألا تعذب بالنار أبدا لأنها حق الله على العباد كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعني كان يركب خلفه على الحمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به وحق العباد عن الله ألا يعذب من لا يشرك به الحديث عن العبودية حديث طويل وعظيم لكن انتقل معي إلى الكلمة الثانية هذه النسبة العظيمة التي شرف الله عز وجل بها هؤلاء فقال وعباد الرحمن لماذا الرحمن؟ لماذا لم يكن اسما جليلا آخر من أسماء الله تبارك وتعالى المعنى أن هؤلاء الذين حققوا العبودية لله هم مشمولون برحمة الله تبارك وتعالى لا يعذبهم أبدا بل يكرمهم برحمته تبارك وتعالى وقد سبق في نفس السورة سورة الفرقان أن سئل سؤال وإذا قيل له مسجد للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تعمرنا وزادهم نفورا إذا كان هؤلاء المكذبين لا يعلمون الرحمن ولا يقدرونه حق قدره فإن هناك عبادا يعرفون الرحمن ويقدرونه حق قدره إنها رحمة الله تبارك وتعالى التي تشمل هؤلاء هذه الرحمة التي بدأت مع بداية الخليقة واستمع إلى رحمة الله وتمنى أن تكون من أهلها هذه الرحمة بدأت مع أول الخلق كما جاء في الحديث الصحيح قل يا عبادي عليه الله تبارك وتعالى بقوله رحمك ربك فكانت أول كلمة يسمعها كلمة رحمة من الله تبارك وتعالى وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله مئة رحمة أنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق جميعا حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه من جراء هذه الرحمة وأثرها واتخر تسعة وتسعين رحمة لعباده يوم القيامة إذا أردت أن تحصل عليها عليك أن تكون من عباد الرحمن عليك أن تحقق العبودية الحقة لله تبارك وتعالى وهذا ما سنعيش معه في نقاءاتنا المقبلة بإذن الله عج وجل نعيش مع كل صفات من هذه الصفات علينا أن نكون من أهلها أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه فيا فوز المستغفرين بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم الرحيم الرحيمة ربال الله سلبه الله ولا اصدرته لال حتى أصدرت أصدرت الله ثمه أصدرت لا يشكل أكثرات الجزيون قريباً في الأولى الله ندرس الأدقاء ندرس الأدقاء للحصول والسلم الشيطة للحصول الوحزيون الأمر. L'adoration est un mot qui englobe tout ce que Allah aime et a créé parmi les paroles et les actes, ce qui est apparent et ce qui n'est pas d'ailleurs. Rappelons à juste titre que l'adoration d'Allah ne se limite pas dans les mosquées, dans les prières, dans la lecture du Coran et des rappels, mais c'est un mode de vie. Ça se passe partout, à la maison, au boulot, à l'école, sur la route, dans les relations. Ensemble c'est un comportement. Elle touche donc à toutes les sphères de la vie quotidienne L'adoration de Dieu est une des finalités de notre existence L'adoration de Dieu est un haut degré d'honneur et de considération pour l'être humain Pour cela nous n'avons qu'à méditer Pourquoi à chaque fois Allah qualifie son messager du serviteur Pour cela citons quelques interprétations de quelques versets Dans le domaine de la révélation, le verset nous donne « Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla ». Dans une situation de défi, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, en ce qui concerne la descente du livre, on a dit « Louange à Dieu qui a fait descendre sur son serviteur le livre ». Et lors du voyage d'Ortur, on a dit « Gloire et pureté à celui qui de nuit voyageait son serviteur de la mosquée Al-Haram, il est à la mosquée Al-Aqsa ». Dans un livre, le prophète Alayhi Salaam dit « J'ai eu à choisir entre un serviteur prophète ou un ange prophète, et j'ai choisi d'être un serviteur prophète ». Et de façon générale, Dieu dit au sujet de ses prophètes et messagers dans un verset qui peut être traduit par « Dit louange à Allah, et paix sur ses serviteurs qu'il a élu ». L'adoration de Dieu est un cheminement vers la vraie liberté, car plus on obéit à Dieu, plus on se libère de l'adoration en dehors de lui. Autrement dit, notre adoration exclusive et notre égoulement nous libère de la soumission et de l'humiliation à autre chose que lui. Tels que les passions, les plaisirs, les désirs et les temptations. L'adoration de Dieu est le secret du bonheur et la réforme du cœur. Un des grands savants disait « Pauvres sont ceux qui sont insouciants, ils ont quitté la vie sans avoir coûté à sa vraie saveur ». Et quand on lui a demandé quelle était cette saveur, il a dit « C'est la vraie connaissance de Dieu, son obéissance et sa proximité ». Un autre disait « Par Dieu, il m'arrive de passer des moments pour lesquels je dis, si les gens du paradis ressentent ce que je ressens maintenant, sont vraiment dans un vrai délice ». Ibn Khayyim Rahim Rahim Rahona dit au sujet de Zohar al-Fatiha, le cœur est exposé à deux sortes de maladies graves. Si le serviteur ne les soigne pas, à temps, elles entraîneront immanquablement sa perte. Ce sont l'ostentation et l'orgueil. Le remède de l'ostentation réside dans le verset « Il y a un canable ». C'est toi que nous adorons. Et le remède de l'orgueil réside dans le verset « Il y a un canestéline ». C'est à toi que nous demandons de l'aide. Si Dieu, par sa grâce, purifie son serviteur de ces deux maladies, alors il sera parmi ceux qui bénéficient le bienfait d'Allah. Cité dans la suite de Zohar al-Fatiha, guide-nous sur le droit chemin. Chemin de ceux que tu as comblés de ta mère, et non pas de ceux qui ont provoqué ta colère ni des égarés. L'adoration d'Allah est un droit sur ses serviteurs. D'après moi, le prophète, alayhi sallam, lui a demandé un jour « Connets-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et les droits des serviteurs auprès d'Allah ? » Il dit à Allah un jour, quand même son messager en sont plus informés. Le prophète lui répond « Le droit d'Allah sur ses serviteurs et de l'adorer ne sont rien plus associés. Et les droits des serviteurs auprès d'Allah est de ne pas châtier ceux qui ne lui ont rien associés. » Passons maintenant au deuxième terme, à savoir Allah-Main. Et posons-nous la question, pourquoi de tous ces noms Dieu a choisi de tous les reproduire Allah-Main ? Justement, c'est pour signifier qu'il s'agit d'être digne de sa miséricorde, et que sa miséricorde les couvre et les accompagne partout. D'ailleurs, les servants disent « Allah les a annexés à eux-mêmes pour leur montrer que ce sont eux qui méritent la miséricorde divine. » Dans la même sora, Dieu dit « Dieu dit auparavant au sujet des idolâtres, et ce qui peut être traduit pas, et quand on leur dit « Prosternez-vous devant le tout miséricordieux », ils disent « Et qu'est-ce que le tout miséricordieux ? » Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes ? » Et Dieu répondit à Allah que s'il y a des gens qui ne connaissent pas Allah-Main, il y a des êtres qui le connaissent et l'estiment à sa juste valeur, et ce sont ses serviteurs élus. Méditons ensemble cette notion de miséricorde. Depuis le début de la création, la miséricorde est toujours présente. Allah a inauguré l'univers à la miséricorde. Le prophète, alayhi sallam, nous a informé que lorsqu'Allah a terminé l'heure de la création, il a écrit sur son livre, au-dessus du trône, « Certes, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. » Allah nous précise dans le Saint-Coron que sa miséricorde embrasse toutes choses, et que les portes de sa miséricorde sont ouvertes à ceux qui veulent se repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah aime et accepte de repentir de son serviteur, et lui pardonne ses péchés, quelle que soit leur importance. A ce propos, d'ailleurs, le très haut dit dans un verset qui peut être traduit bas, « Dis aux mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre pétriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Rappelons aussi que le premier mot que Dieu a adressé à l'humanité était « miséricorde ». Dans un hadith, le prophète, alayhi salatu salam, nous a dit « Que quand Allah a crié Adam, et que son souffle soit entré par sa tête, Adam éternua, et les anges lui demandèrent de dire « Alhamdulillah ». Et il s'exécuta, et Allah répondit « Sois comblé de la miséricorde de ton Seigneur ». Également, le jour où Allah a crié les cieux et la terre, il a crié son sang de Moussiltan, et il a crié son sang sur la terre une seule forme qui est à la base de la miséricorde chez toutes les trinatures. Ainsi, le cheval ou la chamaine lève leur sabot pour ne pas blesser leur petit. Et Allah a gardé les 99 autres formes de miséricorde pour le jour du jugement. Pour terminer, il faut retenir que pour atteindre et mériter cette sublime miséricorde de vie, il faut vivre et réaliser cette servitude envers Allah et l'Aumuniyya. D'où l'appellation de l'Ibn al-Rahman, « Que Allah fassent que nous soyons tous parmi eux amis ». الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والأعدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له المنق وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبينه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أدعو اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ورسالته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعزل الأكرم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزف قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة. إنك أنت الوهاب. اللهم أعلنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادته. اللهم أعلنا حتى نكون من عباد الرحمن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من هذه الصفة المختارة التي تناب رحمتك يا إكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وأعني بفضلك يا ربنا كلمتي الحق والدين. وانصر دينك وكتابك وجندك وعبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستطعفين في كل مكان. كلهم ناصرا وموعينا يا رب العالمين. أيدهم بالحق وأيد الحق بهم يا أكرم الأكرمين. رد الأمة كلها إلى دينك مردا جميلا. اجمعنا واجعلنا من المعتصمين بكتابك يا أكرم الأكرمين. المستمسكين بحملك المتين. السائرين على صراطك المستقيم. إنك على ما تشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. وأقم الصلاة. اشتركوا في القناة.